بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشهر المسللين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنراحب بكم جميعاً في مقرر كياس والتكويم الوحدة الثانية والوحدة الثانية هنتكلم عن الفروق الفردية الفروق الفردية من الموضوعات المهمة جداً في مجال الكياس والتكويم تعالوا نشوف إيه الموضوعات نتناولها في هذه الوحدة أول موضوع هتعلق بالمقدمة حول الموضوع أنواع الفروق الفردية ثم مظاهرها تعريف الفروك الفردية ثم الخصائص العامة للفروك الفردية وتوزيع الفروك الفردية والعوامل المؤثرة فيه بداية عن المقدم طبعا زاهرة الفروك الفردية ظاهرة موجودة بين الأفراد عموما في كل المهن وفي كل المجالات في علماء كثيرين تحدثوا عنها زي فرانسيس جيلتون اللي اتكلم عن الفروك الفردية من خلال نظرية داروين عن اختلاف الأنواع جي بعد منه علماء زي جيلتون اكتشف ترك مختلفة للخصائص الجسمية جي بعد منه علماء زي فونت وكاتل وفونت كان عالم ألماني وتكلم عن الفروك الفردية من خلال تجارب الأجراها في المعمل في ألمانيا ثم جاء العالم الأمريكي اللي هو كاتل اللي تكلم عن أيضا الفروك الفردية وحدوث المثير والاستجاب أيضا هناك من يقسم الأفراد إلى ثلاث مستويات من البشر مرتفعين في الصفة من سموم أعلى أو متوسطين أو أدنى في الصفة وبالتالي كل الصفة يمكن تكسيمها إلى ثلاث فئة السؤال الطبيعي اللي لازم نسأله عن نفسنا لماذا ندرس الفروك الفردية في أمور معينة مهمة جدا يجب أن يراعيها المعلم حتى يستطيع نواجه الطلاب إن وجود الفروك الفردية أمر طبيعي ما يتوقعش أن كل طلاب يكون ممتازين لا أمر طبيعي أن يكون هناك فروق بين الأفراد في الصفات الجسمية في العقلية في الانفعالية في المارية هذه الفروق تعتمد على التشابة والاختلاف نحن نتشابه في بعض الصفات ثم نختلف في صفات أخرى الفروق الفردية مهمة جدا للمعلم أن يتعرف على طلابه ومستوياتهم وقدراتهم المختلفة عندنا أنواع للفروق الفردية هناك أنواع للفروق الفردية نوعين رئيسيين هما الفروق في نوع الصفة والفروق في درجة الصفة بالنسبة للفروق في أي صفة من الصفات هناك فروق في الدرجة درجة وجود الصف يعني أنت لديك صفة الطول وأنا لدي صفة الطول وفلان لدي صفة الطول لكن الاختلاف في مقدار ما يمتلكه كل فرد من هذه الصفة أنت طويل أنا متوسط فلان قصير إذن هناك فرق في الدرجة الصفة موجودة أو السمة موجودة ولكن الفرقة في درجة وجود الصفة أما النوع الثاني من الفروق والفروق في درجة وجوده في نوع الصفة نفسه يعني مثلا انت عندك صفة الطولة انا عند صفة الوزن وبالتالي هناك هنا فرق في نوع الصفة وليست في درجة الصفة بكده يا بنت هنا نشكركم ونلتقي على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونلتقي ان شاء الله